بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله نكمل الفصل الثالث ترك الارشاد النفسي وان شاء الله الان هنتكلم عن بعض الفنيات التي تستخدم في عملية الارشاد النفسي الجماعي. وطبعا احنا كلمنا في الجزء الماضي عن الارشاد الفردي والارشاد آآ الجماعي. وطبعا الدكتور حامل زران له مقولة جاميلة بتقول ان الارشاد الفرد والارشاد الجماع مواجهان لعملة واحدة بالنسبة للارشاد النفسي. وان البرامج النفسية المتكملة تستخدم الاسلوبين داخل هذه ايه البرامج. طيب لو جينا اتكلمنا الان عن اسلوب السايكو دراما وده بيستخدم فيه عملية الارشاد النفسي الجماعي انا اجد ان مرينو هو صاحب هذا الاسلوب وهو عبارة عن تمثيل مسرحي لمشكلات نفسية. يبقى هو ايه? تمثيل مسرحي. مش تمثيل مسرحي يبقى ان الكوميديا والمسرحيات اللي احنا يعني البعض بيعرفها لا احنا بنحل مشكلة نفسية عن طريق التمثيل المسرحي. في شكل تعبير حرف مركف جماعي. يبقى كمان ايه? في حرية فيه. امكانية ايه? التحدث. اه. كمان يتح فرصة التنفيس لانفعال التلقاء. كمان اه السايكو دراما من مميزاتها الاساسية ومن فريدها انها تعطي فرصة للتنفيس الانفعالي ايه? والتعرف على الذات كمان ولا استبصار بالذات. وده من الموضوعات المهمة جدا بالنسبة ليه السايكو دراما في مساعدتها على التنفيس الانفعالي وكمان التعرف على ايه? على الذات. وتدور قصة التمثيلية النفسية عادة حول خبرات المسترشل الماضية. والحاضرة والخبرات المستقبلية التي خاف منها كمان. اه. يحتمل ان يواجهها في المستقبل. يبقى السايكو دراما بتحاول انها تهتم بجميع بجميع ما مضى وما هو الان وما هو في المستقبل بالنسبة ايه? للحالة الموجودة امامنا او المسترشل. طيب. اسلوب السيسو دراما ده بقى يعني اسلوب اخر غير اسلوب السايكو دراما هو بيعالج مشكلة عامة من مشاكل الجماعة الارشادية. مشكلة عامة. من مشاكل الجماعة الارشادية. نميل? وهو توقم للتمثيل المسرح الا انه يهتم اكثر بالمشكلات الاجتماعية. وبيهتم اكثر لازم ناخد باننا من الحتة دي بالمشكلات الاجتماعية. ويطلق علي احيانا اسم لاعب الدور وبالتالي فالفرق بين السايكو دراما والسيسو دراما ان السايكو دراما طريقة اسقطية مفيدة في دراسة الشخصية. تهتم بالمشكلات النفسية. وتطلب من الفرد ان يلا يحدد له موقف معين على نحو ايه تلقائي. كمان يعني في موقف تم تحديده ولكن دور الفرد داخل الجماعة فيه بيتم على شكل ايه تلقائي ونحو تلقائي. اما السيسو دراما الاخير فهي تتم بمعالجة مشكلة اجتماعية يشترك فيها عدد من المسترشدين. لو انتقلنا الان الى اسلوب المناقشة الجماعية طبعا من الاساليب المشروع واللي كثير جدا من اه العمليات الارشادية والتعليمية بتستخدمها يأخذ طابع الحوار الكلامي في حوار كلامي في المناقشة. المنظم كمان لازم ناخد بالنا انه منظم. الذي يدور حول موضوع معين. احنا عندنا الموضوع او المشكلة اللي هيدور حواليها ايه? الحوار الكلامي. ويهدف اسلوب المناقشة الجماعية هدف وايه? الى عدة اهدف اهمها فهم مشاعر الجماعة. احنا قلنا ان الجماعة دي اصلا هي بتجتمع لانها مشتركة في مشكلة اه مشكلة محددة بيعاني منها ايه? المجموعة والجماعة. واسباب ازيه المشاعر وايه سبب المشاعر السليب وكيفية مواجهتها ندح حلول. وازاي نقدر ان احنا نواجه? كما يهدف لتعليم اعضاء الجماعة بعض المهارات والخبرات. يعطوهم كمان مهارات وخبرات ودي برضو مهم. وتعتبر الجماعة وسيط علاجي بحكم التفاعلات التي تحدث بين اعضاء. اصلا التفاعلات دي بتحاول انها تعالج المشكلات. عن طريق ان كل فرد من هذه الافراد بيتعرف على مشكلته بيتعرف على ذاته. بيكتسب بعض المهارات وايه? والخبرات زي ما احنا ايه? اتكلمنا. وينبغي ان يراعي المرشد ان تكون الجماعة التي آآ مكونة من اصر المعاقين آآ متجنسة قدر الامكان. حتى لا يتسبب عدم التجانس في شعور بعض الاعضاء بمشاعر الدنيا والنقص اذا وجدها في الجماعة دي. طبعا يعني مهمة اساسية من مهمات المرشد ان هو يختار المجموعة او الجماعة ان تكون بينها تجانس او ان تكون يعني متقربة في نفس الحالات مسلا يكونوا مسلا آآ حالات من حالات الاعاقة العقلية مع بعضهم البعض. مسلا او ايه ايه فيها او اخرى من فئات الاعاقة. طب عملية الارشاد المباشر او الموجه اول حاجة بقى من هنتكلم عليها من آآ عمليات الارشاد الموجه وغير الموجه. وطبعا الارشاد الموجه هو الارشاد المماركز حول المرشد او المماركز حول الحقيقة. يبقى الارشاد المباشر بيهتم بالمرشد. هو كل العمل فيه على المرشد ذات. اما الارشاد غير المباشر هنعرف الفائق ما بينهم بعد ذلك. فهو بيهتم بين المسترشد او بيعتمد على المسترشد في اه اه يعني اساسه. طبعا عندنا هو رائد هزي الطريقة التي تقوم على اساس افتراض رئيسي. اللي هو نقس معلومات المسترشد وعجزه عن حل المشكلاته عشان كده هو بيقول لا نعتمد على المرشد ما نعتمدش على المسترشد لان عنده ايه نقص. عنده نقص معلومات المسترشد وعجزه كمان عن حل المشكلات. زيادة معلومات المرشد وخبطه في حل المشكلات. على العكس اللي بيقول لا تالمرشد هو اللي عنده خبرة في حل المشكلات. طيب. لو اتكلمنا عن يعني بعض الخطوات التي تستخدم في الاسلوب العقلاني في معالجة مشكلات الحياة. عندنا التحليل التركيب التشخيص التنبه الارشاد المتابعة. والخطوات الستة دولة هم بيشكلهم خطوات منظمة لمعالجة بعض المشكلات الحياة. ان الاول ان انا حلل اجمع معلومات. جميل? في محاولة الفهم المسترشد اجمع معلومات ان انا اه اه افهم المسترشد. التركيب تلخص المعلومات وتنظيمها. وحد النقاط القوة ونقاط الضعف. ده بعض من المهمة. حاجات المهمة ان انا حدر نقاط القوة ونقاط الضعف. التشخيص ويتضمن الخلاصة اللي تتوصل اليها المسترشد. ايه? اسباب المشكلة. ايه اسباب المشكلة واحدة? طيب التنب يعود الى تنبه المشكلة بالتطور المستقبلي لحالة المسترشد. يعني كمان فترة يكون حاله ايه? هذا المسترشد او هذه الحالة? طيب هبدأ بقى الارشاد ودعنا الخطوات التي يتبعها المرشد والمسترشد لتحقيق التركيب. فقا هكون بالبرنامج هكون بعملية الارشاد والتعامل مع ايه? مع المشكلة المتابعة? اي متابعة تطور الحالة بعد انتهاء عملية الارشاد? هل استمر التحسن ام لم يستمر? ده المتابعة بتهتم بذلك.